اشتركوا في القناة اثبتت الفتاة السورية قدرتها على تحمل اعباء الحياة العسكري استطاعت ان تقف الى جانب الشباب لتسهم بدورها في الدفاع عن الوطن واعلاء رايته بقيت الكلية الحربية تستقبل افواج الطالبات سنويا حتى عام 1987 حيث تم الانتهاء من بناء الكلية العسكرية للبنات وتزويدها بكادر تدريبيا مؤهلا في تخريج العديد من الضباط وصف الضباط الانع العنوان الابرز لحياة الطالب في الكلية هو التدريب المتواصل ليل النهار صيفا شتاءا في الحر والقر وفي مختلف الظروف تدريب منهجي مدروس يتضمن تدريبا نظريا في قاعات المطالعة والتدريب العملي داخل الكلية وخارجها يشرف على تدريب الطلاب كادر من الضباط المؤهلين الذين يعقدون الدورات التدريبية الشهرية لمناقشة العملية التدريبية مع قيادة الكلية تعلن القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة في كل عام عن قبول دفعة جديدة من حملة الشهادة الثانوية من الراغبين بالانتساب للكلية الحربية باختصاصاتها المختلفة يتم تأهيلهم عدة أشهر للانخراط في الحياة العسكرية حيث يتم تسليمهم العلمة في احتفالا رسميا بعد التاكد من لياقتهم وقدرتهم على متابعة الدراسة في الكلية الحربية هذا الأمر قلياتكم المفتاح نضعهم بين جلكم وديعة وفي أعناقكم أمانة المقدسة فاحفظوا الوديعة وصلوا الأمانة في السوداء العسمر حتى آخر قطرة من زمائكم نعم إنها الكلية الحربية التي كانت وستبقى نبعا ترا فوارا يرفض القوات المسلحة سنويا بدم جديدا وشباب قادرا على العطا موسيقى